موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة في الأجندة هذا الأسبوع معركتنا الوطنية في سياق المعركة الإقليمية موسيقى لا حديث للناس هذه الأيام إلا عن حلب حلب آخر قلاع المقاومة السورية التي سقطت في يد العصابة الطائفية وكربلاء الثانية في التاريخ السوري الحديث بعد كربلاء حماه في ثمانينيات القرن الماضي حلب المدينة التي دمرها على رؤوس سكانها الطيران الروسي وطيران الأسد والعصابات الطائفية التي احتشدت من كل مكان حلب المأساة التي لا تحتملها اللغة ولا يحتملها الضمير السوي ما قيل في المأساة السورية كثير وسيظل يقال لعشرات السنين ستظل بأساة السوريين الحالية حديث الأجيال القادمة لفترة طويلة لأنها لا تقل مأساوية عن مأساة فلسطين بل إنها ربما تكون من حيث المستوى مستوى العنف وحجم الضحايا أكبر وأوسع فنحن أمام إحصائيات مخيفة لضحايا هذه الحرب سواء من حيث القتلى أو المفقودين أو المعتقلين أو المشردين أكثر من ثلاثمائة أو مئتين وثلاثة ألف قتيل مدني موثق عدا عن القتل العسكريين الذين يقدرون بمئات الآلاف وحوالي مئة ألف مفقود ومئة وخمسة عشر ألف معتقل وملايين المشردين كل هذا في سنوات خمس ولأننا في هذا البرنامج معنيين بالقضية اليمنية في المقام الأول وعن كل ما يمت إليها بصلة فقد رأينا أن نتحدث عن المأساة السورية في سياق الصراع الذي يضمنا جميعا في هذه المنطقة الملتهبة إننا لا شك بحاجة إلى إجابة واضحة عن سؤال ما طبيعة الصراع في المنطقة؟ ما أسراره؟ ما أبعاده؟ لأن معركتنا الوطنية مع القوى الانقلابية في اليمن هي جزء لا يتجزأ في المعركة الشاملة في المنطقة كما نقول باستمرار قد تكون الأسئلة التي سنترحها في هذه الحلقة قديمة ومتكررة غير أن عمر هذه الأسئلة لا يتجاوز السنوات الست وهي فترة محدودة بالطبع فترة محدودة لتقديم إجابات نهائية على أسئلة من هذا النوع وما زال المحللون يخوضون فيها للوصول إلى مقولة تفسيرية كافية ما زلنا بحاجة إلى جواب مقنع لأسئلة مثل لماذا أعلنت إيران وروسيا الحرب على الشعب السوري بكل هذه الشراسة والعدوانية لماذا وقفت دول الغرب والعالم المتحضر في موقف المتفرج وربما الدعم بل لماذا سلمت أمريكا العراق إلى إيران من قبل ولماذا ستسلم روسيا الآن سوريا إلى إيران ولماذا سلمت لبنان إلى إيران هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم طبعا لسنا بحاجة إلى إعادة استعراض ما جرى فالصورة واضحة واضحة تماما لكننا بحاجة إلى التذكير بأن ما جرى له بدايات وليس بداية واحدة ومن المهم معرفة البداية الحقيقية من بين هذه البدايات لأن معرفتها ستساعدنا في تقديم إجابة أدق على الأسئلة الماضية بإمكاننا اعتبار ثورات الربيع العربي مثلا هي البداية المباشرة للأحداث التي جرت بعدها كما يمكننا الرجوع لنقطة أبعد قليلا هي هجمات الحادي عشر من سبتمبر على برجي نيويورك في العام 2001 يمكننا أن نعتبرها نقطة بداية بل يمكننا الرجوع أبعد من ذلك إلى حرب الخليج الأولى في العام 1990 واعتبارها نقطة البداية لكل ما يجري الآن إلا أن البداية الحقيقية من وجهة نظرنا تعود إلى العام 1948 العام الذي تأسست فيه دولة إسرائيل لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأننا نعتقد أن ما يجري لا يمكن تفسيره تفسيرا شاملا بدون العودة إلى هناك بدون العودة إلى الكضية الفلسطينية البدء من فلسطين سيمنحنا ميزتين في التحليل على الأقل الميزة الأولى هي حضور البعد الاستراتيجي للصراع الحالي فبدون البعد الاستراتيجي سيبدو الصراع وكأنه مجرد تداعيات تلقائية للأحداث ليس وراءها أي تخطيط أو تدبير مسبق وهذه بالطبع قراءة فكت تكون طفولية القراءة البريئة هذه للأحداث قراءة طفولية لا تلك بالعقل الحديث الميزة الثانية من استدعاء القضية الفلسطينية في هذا التحليل هي أن الأحداث الحالية ستعيد أيضا تفسير القضية الفلسطينية أو بعبارة أخرى ستعيد تفسير طبيعة المؤامرة التي يتعرض لها العرب والمسلمون منذ زمن لأنه بعد مرور 68 سنة من قيام دولة الكيان الصهيوني لم يستطع العرب تقديم إجابة تقيقة وموحدة على سؤال لماذا غرست إسرائيل في الخاصرة العربية طبعا هناك عرب اليوم ما عادوا يطيقون سماع أي حديث عن هذه القضية ويعتقدون أن اللحظة الحالية للعرب كانت تجاوزتها إلى ما هو أعظم وربما يسخرون من مثل هذا التحليل ومن هذا الكلام ونقطة خلافنا مع هذا البعض هو أنه يأخذ الأحداث مجزعة وينظر إليها كلا على حدة يعني ينظر إليها نظرة موضعية لا نظرة موضعية في سياكها الطبيعي في سياكها الطويل ويعتقد أن الأشياء تأتي بتداعي التلقائي ليس من ورائها أي تخطيط أو تدبير مسبق وهذا كما قلنا تصور طفولي للعالم هذا البعض لا يدرك أن ربط الأحداث ببعضها قد يدلنا على سر ربما يكمن وراءها سر يساعدنا على تفسير مشكلاتنا القومية والحضارية لأن التفسير الصحيح هو الخطوة الأولى في الحل كما يقولون التشخيص السليم والخطوة الأولى في العلاج وبدون ذلك بدون معرفة الأسباب الحقيقية لما يجري سنظل ندور في حلقة مفرغة وسنظل بلغة النحاة عبارة عن مفعول به منصوب أو مصلوب الأصح إذن كيف يمكن لقضية فلسطين أن تكون نقطة البداية في تفسير وتحليل ما يجري على الساحة العربية اليوم ذكرنا في حلقات سابقة ما اسميناه شواهد على مؤامرة غربية ضد هذا الوطن المسمى عربي مؤامرة تستهدف ابقاءه في حالة عجز دائم مستمر وتحدثنا عن بعض دوافع هذه المؤامرة وضرورتها من المنظور السياسي الغربي لأن البعض يشكك في وجود مؤامرة ويظن أن العلاقة بالغرب علاقة طبيعية وهي علاقة القوي بالضعيف والقوي لا يحتاج للتآمر على الضعيف هناك حديث من هذا النوع وينسونا الأبعاد الاستراتيجية كما نقول دائما في التخطيط الضعيف لا يظل ضعيفا إلى الأبد كما نقول ولن نعيد هنا استعراض تلك الشواهد الدالة ولا تلك الدوافع بل سنترك لسياك التحليل كشف مظاهرها البارزة وسنبدأ التحليل بإجابة السؤال السابق لماذا زرع الغرب إسرائيل كرمح في خاصرة الوطن العربي هل أراد الغرب بذلك خدمة اليهود مثلا؟ هل دولة إسرائيل صدقة جارية للغرب؟ أم أن وراء هذا الفعل مصلحة استراتيجية بعيدة المدى للغرب نفسه؟ كما قلت سلفا الإجابة على هذا السؤال ستفق أمامنا الغازة كثيرة اتفق الجميع على أن الدول ليست جمعيات خيرية فلماذا إذن يتحمل الغرب تكاليف رعاية دولة إسرائيل وهي تكاليف كبيرة بالطبع؟ بمنطق العقل هناك هدف ثمين يستحق أن تتحمل من أجله الدوائر الغربية تكاليف بقاء الكيان الصهيوني وبقي أن نسأل ما طبيعة هذا الهدف الثمين الذي يستحق هذه التضحية؟ هل هو هدف ديني مثلا؟ أم أنه هدف سياسي علماني خالص؟ أم هي ظفيرة مجدولة من الأهداف مكونا من هذا وذاك؟ بالنظر إلى التشكيل الغربي المعاصر الحضارة الغربية المجتمعات الغربية يمكننا القول أن الطبيعة العلمانية لهذا التشكيل الغربي تجعلنا نرجح أن يكون الهدف علمانيا في المقام الأول هدف زراعة إسرائيل في المنطقة العربية هو هدف دنيوي يعني هدف نفعي مصلحي علماني نسميه في المقام الأول دون أن نسكت طبعا من حساباتنا الهدف الديني قد يكون هناك أبعاد دينية في الموضوع ربما بل هذا مرجح أيضا لكنها لن يكون لها الأولوية في المنظور الغربي إذن ما هو هذا الدافع السياسي الذي جعل الدوائر السياسية الغربية تتحمل تكاليف زراعة ورعاية الكيان الصهيوني في المنطقة العربية سنقدم إجابة ربما يراها البعض تقليدية على هذا السؤال لكن هذا بالنظر إلى الإجمال فقط أما بالنظر إلى التفاصيل فإنها قد تكون مختلفة قليلا وربما قالها من قبل سياسي أو مثقف ما لكن بالتأكيد أن هذا البعد في الإجابة لم ينل حقه من الإشهار والتعميم والإشهار هنا ضرورة لمثل هذه القضايا لأن مثل هذه الإجابات إذا كانت صحيحة إذا كانت صحيحة فإنها ستصبح مقولات تفسيرية تفسر تناقضات ما يجري وهذا بالضبط هو ما يحتاجه الإنسان العربي على المستوى النظري ليعرف رأسه من رجلي وعدوه من صديقه ويعرف بالضبط ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به نحن نعتقد أن الغرب كان زرع إسرائيل في هذه المنطقة لهدف محدد هو إعاقة أي نهوض عربي إسلامي محتمل إعاقة أي نهوض أي مشروع نهضة عربية محتمل إسرائيل وجدت لإجهاض هذا المشروع طبعا نحن نعرف أن هذه الإجابة الواضحة لن ترضي ذلك النوع من الناس الذي يعتقد أن العرب لا يشكلون ولن يشكلوا في المستقبل أي تهديد لا للغرب ولا لغيره وأن العرب لا يهددون إلا أنفسهم في حقيقة الحال وهذا النوع من الناس الذي يعتقد أن الغرب مشغول بأبحاثه العلمية واكتشاف الفضاء وأسرار الجينوب وليس مشغولا بهذه الأمة المريضة التي ربما تعاني سكرات الموت بل هناك من سيضحك ويقول ما علاقة إسرائيل أصلا بإعاقة النهضة العربية المفترضة وهذا السؤال الساخر الأخير هو الذي يستحك أن نقدم له إجابة إجابة واضحة في هذه الحلقة على هذا السؤال كيف أصبحت إسرائيل عائقا للنهضة العربية وما علاقة ما يجري اليوم في الوطن العربي بهذا البعد يا ترى سنكرّب الإجابة بالمثل التالي ما الذي سيحدث لو أنك اغتصبت منزل شخص وكثلت بعض أولاده وشرتته هو وأهله ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هو أنك ستدفع هذا الشخص وأهله لأن يفرغوا كل طاقاتهم وتفكيرهم في استعادة حقهم والمسلوب وإنزال العقاب بك وحماية أنفسهم من تكرار هذه الحادثة أي أنك ستدفع هذا الشخص وأهله إلى صرف طاقاتهم وقواهم ووقتهم في تحصيل القوة المادية الرادعة لعدوانك وقد يأتي هذا على حساب إيش؟ على حساب اهتمامهم بتعليم أولادهم أو الاهتمام بصحتهم أو الاهتمام ببناء مستقبلهم إنك بهذا العدوان قد تصرف هذا الشخص وأسرته عن بناء نفسه وبناء مستقبله ومستقبل أسرته بناء طبيعيا فيكتشف بعد مضي الوقت أنك لم تسرق منه بيته وتقتل أولاده وحسب بل إنك أيضا سرقت منه زمنه زمنه الخاص الذي كان ينبغي أن يبني فيه نفسه وأهله سرقت منه فرصه الخاصة التي كانت ربما ستجعل من مستقبله أكثر إنسانية أكثر جمالا أكثر انتاجا وإثمارا سرقت منه قدرته على التأمل والتفكير في تطوير ذاته حرفت مساره الطبيعي إلى مسار شاذ فبدلا من التفكير في البناء صار يفكر في الهد وبدلا من البحث عن عوامل الثراء صار يبحث عن عوامل القوة وربما لن يحصل في نهاية المطاف لا هذه ولا تلك وشبيه بهذا ما حدث للأمة العربية بعد زراعة الكيان الصهيوني في خاصرتها إن أخطر التداعيات التي حدثت كنتيجة لزراعة الكيان الصهيوني في الوطن العربي هي أن الأمة العربية قد انصرفت من البحث عن أسباب تخلفها الحضاري وعن عوامل نهضتها الفكرية والإبداعية إلى البحث عن عوامل القوة المادية التي تستعيد بها الحق الفلسطيني انصرفت هذه الأمة من النضال في سبيل مشروعها الديمقراطي إلى النضال في سبيل استعادة الحق المختصب انصرفت من إحداث تنميتها الفكرية العقلانية إلى تنمية قواها العاطفية فكانت النتيجة الطبيعية أن تنامت في هذا المجتمع العربي القوة العسكرية على حساب القوة المدنية لأننا بحاجة إلى عسكر قضية فلسطين لا تحتاج إلى مفكرين هكذا ربما تتصور المجتمعات قضية فلسطين بحاجة إلى قوة إلى عسكر إلى جيوش قوية وعندما نقول أن القوة العسكرية قد تنامت على حساب القوة المدنية في المجتمعات العربية فهذا يعني أن هذه المجتمعات قد صارت إلى قبضة القوة الاستبدادية بدلاً من القوة الديمقراطية لأنه بطبيعتها القوة العسكرية قوة الاستبدادية لا يمكن أن يكون العسكري ديمقراطي هذا يتنقض مع طبيعته تماماً وهنا يكمن سر أسرار الضعف والخراب فما عليك سوى أن تنصب عليه حكومة مستبدة حكومة عسكرية طبيعة طبيعة الحال لأن الحكومات المستبدة لا تستمر ولا تبقى إلا بقتل الطاقات الإبداعية داخل مجتمعها لماذا؟ لأن السلطة المستبدة السلطة العسكرية بطبيعتها الأمنية تكون مشغولة طوال الوقت بحماية نفسها وتكوين مصالحها الخاصة وتوظف معظم طاقات الدولة والمجتمع في هذه المهمة لهم حماية السلطة وهذا يأتي دائماً على حساب التنمية بكل معانيها الأفقية والعبودية التنمية بمعناها الشامل تنمية الفكرية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الفكرية إلى آخره كل هذا يذهب إلى الهامش وأوضح مثل لنا نحن اليمنيين على هذا المعنى هو فترة المخلوع علي صالح حينما وضع المخلوع صالح رجله الأولى في السلطة سأل نفسه سؤالاً واحداً هو كيف يمكن أن أبقى في هذا المنصب إلى النهاية في تلك اللحظة أو بعد تلك اللحظة بزمن طرح على نفسه السؤال الثاني كيف أورث هذه السلطة ومكتسباتها منهوباتها والمصالح اللي يكونها المليارات اللي ادخرها كيف يورث كل ذلك إلى ذريته إلى ذريته من بعده هذا هو السؤال الذي هيمن على ذهن علي عبدالله الصالح من أول لحظة وصل فيه إلى السلطة كيف يبقى إلى الأبد هو ذريته وكل فترة حكم هذا الرجل كانت عبارة عن تدبير وتخطيط للبقاء في السلطة وإزالة كل العوائق المحتملة أمام بقائه وتوريثه لها 30 عاما 30 عاما وهو يرتب فقط لبقائه ويعمل حساب أي شيء قد يفاجأ انقلاب أو ما شابه ذلك أي أن هذا الحاكم الفاسد المستبد قد صرف معظم طاقاته الذهنية ومعظم مقدرات الدولة اليمنية في إقامة مشروعه الخاص وحماية هذا المشروع وبهذا أهمى المصير أمك كاملة كانت تظن أنه يعمل من أجلها أمك كاملة كان لديها مشاكل كان لديها انتزامات أجيال كان لديها مشكلات بحاجة إلى حل كل هذا تركه جانبا وتفرغ فقط لبناء مشروعه الخاص هو وأولاده وبعد أكثر من ثلاثة عقود من حكمه اكتشف اليمنيون أنهم بلا دولة ولا مستقبل ولا جمهورية ولا أي مكتسبات حقيقية مجتمع في القاع ترك مجتمعا على الحديدة في القاع فقير أمي متخلف مريض يعاني من كل شي مجتمع ضر لاستعادة الإمامة ويكتشف هذا المجتمع أن علي عبدالله صالح قد بنى ثروة ضخمة له ولأولاده وبنى جيشا قويا يحميه هو وأولاده وثروته وبنى صرحا من الأحقاد والضغاء بين اليمنيين وهدم كل شيء جميل ورثه اليمنيون من سنوات الجمهورية المحدودة الجمهورية الحقيقية التي كانت موجودة قبلها هذه العينة المصغرة من الحكام العسكريين هي التي حدثت للوطن العربي بأكمله فقد صح العرب بعد ستين عاما من حربهم مع الكيان الصهيوني وإذا هم بلا حقوق ولا حريات ولا خدمات لائقة ولا دول محترمة اكتشفوا أن العسكر الذين استنزفوا ميزانيات الدولة العسكر الذين صفقنا لهم وغنينا لهم وكتبنا فيهم القصائد والمدائح لم يستردوا فلسطين بل صادروا ما تبقى من كرامة المواطن العربي وحريته وعطلوا قواه الإبداعية وأهدروا مقدراته وأورثوه مستقبلا مليئا بالمشاكل والإحباط وهذا بالضبط هو الدور الذي أراده الغرب من دورة العسكر والمستبدين في الوطن العربي وكان هذا هي النتيجة الطبيعية لزراعة الكيان الصهيوني في المنطقة الكيان الصهيوني يحضر على طول لازم يحضر بعدها عسكر ومستبدين هذا أمر طبيعي هذه هي التداعيات الجسم عادة يستجيب لأي كائن غريب استجابة مرضية وهكذا حين زرعوا هذا المسمار المسمى إسرائيل في المنطقة كان لابد أن يفكر العرب في بناء قوة عسكرية وهم لا يدركون أن بناء القوة العسكرية الضاربة يعني قد يفرز أنظمة عسكرية مستبدة تأتي على حساب كرامتهم وعلى حساب مصالحهم لكن ها نحن ذاك التعلمنا ووصلنا إلى هذه النتيجة شاهدين الكرام سنذهب إلى الفاصل قصير ونعود بعده للحديث حول علاقة ما يجري في حلب يعني علاقة ذلك بالتآمر على تركيا وكيف توسلت الدوائر الغربية بإيران لتطويق تركيا في الزاوية الحرجة سنتحدث عن ذلك وعن أشياء أخرى لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا في المحور السابق حاولنا أن نجيب على سؤال مهم هو لماذا زرع الغرب إسرائيل في المنطقة العربية؟ وقلنا أن الهدف الذي كشفت عنه الأيام هو إعاقة أي نهضة عربية محتملة في المستقبل وشرحنا هذا المعنى بشكل مركز لكن بقي أن نجيب على السؤال المركزي لهذه الحلقة وهو سؤال ما علاقة ذلك بما يجري الآن في سوريا واليمن والمنطقة؟ يعني ما علاقة القضية الفلسطينية بما يجري في حلب وما يجري في الموصل وما يجري في اليمن؟ وهل ممكن يكون هناك رابط واحد؟ وما علاقة تركيا أيضا بهذا الصراع؟ هل هي حاضرة في هذا الصراع؟ ما علاقة ذلك بتسليم المنطقة العربية للضبع الإيراني؟ من الواضح أن إيران كتجيئ بها إلى المنطقة لتحقيق ما لم يستطع الوجود الإسرائيلي أن يحققه إسرائيل كما قلنا بررت وجود الأنظمة العسكرية العربية الفاسدة والمستبدة الجماهير كانت تبرر وجود هذه الجيوش المستبدة هؤلاء العسكر كانت تبرر وجودهم على رأس السلطة بأننا بحاجة إلى جيوش لمواجهة العدو الصهيوني لكنها لم ولن تستطيع حماية هذه الأنظمة من السقوط إسرائيل ولا الغرب استطاعوا أن يحموا هذه الأنظمة من السقوط وهذا ما برهنت عليه ثورات الربيع العربي ثورات الربيع العربي هي الثورات الشعبية الأولى في تاريخ العرب أي أنها الثورات التي انبثقت بصورة طبيعية ناتجة عن تطور وعي المجتمع العربي وهو الوعي الذي كانت تخشاه إسرائيل والذين خلفوا إسرائيل ثورات الربيع العربي بوعيها السياسي الجديد كانت تبشر بقدوم مجتمعات عربية ديمقراطية وهذه نتيجة غير مقبولة بالنسبة للدوائر المتأمرة في الغرب لماذا؟ لأن الغرب هو أكثر من يدرك دورة ديمقراطية في بناء النهضات وتماسك المجتمعات الغرب الذي جربت ديمقراطية وحقق من خلالها استقراره ونموه يدرك أن الديمقراطية هي الكلمة السحرية في النهضة هي الشرط الوحيد الذي ينقص العرب الآن لكي يكون أمة محترمة قوية ذات قرار مستقل الغرب يدرك أنه لولا ديمقراطية لما حدث النمو الاقتصادي المتسارع في تركيا على سبيل المثال والنمو الذي حدث في تركيا هو النمو الذي تتوجس منه أوروبا وتحاول إحباطه بشتى الوسائل ونحن نرى محاولة انقلابية وراء محاولة انقلابية كل ذلك يدل بوضوحة لأنهم يتوجسون خيفة ليس فقط لأن هذا المارد سيأتي على حساب مصالح بعض الدول الأوروبية النمو التركي يعني فعلا سيأتي على حساب مصالح بعض الدول الأوروبية كما هو حال ألماني لكن ليس لهذا فحسب وإنما لأنه سيوقظ لدى الأتراك أحلام سياسة كبيرة يعني أحلام سياسية تجعل منها بمثابة القاطرة التي تجر المكتورة المجتمعات الإسلامية المترهلة خاصة وأن أوروبا قد ماطلت كثيرا في ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هذه المماطلة الغرب يدرك أنها قد تدفع تركيا إلى البحث عن زعامة ونفوذ في الشرق زعامة ونفوذ تقوي موقفها من الغرب ولن تتمكن تركيا من قيادة المجتمع العربي والإسلامي وريادته إلا إذا سادت الديمقراطية في هذه المجتمعات لأن النظام التركي نظام ديمقراطي والديمقراطيات ملة واحدة مثلما أن الاستبداد ملة واحدة ومن المعروف أن الأنظمة المستبدة لا تحب ولا تفضل التعاون مع الأنظمة الديمقراطية مثال بسيط يعني عندنا النظام المصري النظام المصري يكاد يكون أشد عداوة لتركيا من الألمان أنفسهم ولا شك أن وجود أنظمة ديمقراطية في الوطن العربي سيعزز من الديمقراطية التركية من ناحية ومن ثم سيعزز النفوذ التركي في العالم والعكس صحيح قوة تركيا قد تصبح جزءا من قوة النفوذ العربي وهذا بالضبط ما لن يقبله الغرب بأي شكل من الأشكال فماذا صنع هذا الغرب للحيلولة دون وقوع هذه النتيجة نحن نتحدث طبعا عن الدوائر الغربية السياسية ولا نتحدث عن المجتمعات الغربية المجتمعات الغربية مجتمعات راقية إلى حد كبير يعني لكن الدوائر السياسية الغربية دوائر متأمرة في أغلب الأحيان لكت فعلت هذه الدوائر ما في وسعها من خلف الستار ومن أمامه للإجهاض على ثورات الربيع العربي ومد يده هذا الغرب بالدعم للثورات المضادة وسمح وربما ساعد على تحويل الثورات العربية إلى حروب أهلية مدمرة للدولة ولأسس المجتمعات العربية ودفعت البعض يعني هذه الانتكاسة التي حدثت في الثورات العربية دفعت بعض الشباب الطموح إلى إعلن الكفر بالتغيير والديمقراطية وكل ما يمت إليها بصلة وهذه نتيجة يحبذها المستبدون وتحبذها الدوائر المتأمرة في الغرب ولم تكتفي هذه الدوائر بهذا بل إن الدوائر الغربية ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر لقد رأت أن تضع حلا نهائيا لمثل هذا التهديد المتمثل في مشروع الديمقراطية المهيمن على المجتمعات العربية يعني الديمقراطية التي كان من التوقع أن تهيمن على المجتمعات العربية والإسلامية ماذا قررت؟ قررت هذه الدوائر الغربية أن تترك لإيران فرصة تحقيق أهدافها التوسعية المعروفة إيران لديها طموحات توسعية فارسية والغرب يدرك ذلك فأطلق يد إيران في المنطقة في الوقت الذي قيد فيه أيدي خصومها خصومها السنة بطبيعة الحالة التيار الأوسع كيف قيد خصوم الإيران؟ وضع مقولة الإرهاب فكل فصيل سني يحاول مقاومة المشروع الإيراني الطائفي يصنف فورا بأنه فصيل إرهابي ويتعرض فورا لحرب كونية في حين أن إيران تجمع يعني مقاتليها من أكثر من 47 طائفة 47 جنسية كما يقال 66 تشكيل مسلح جابتهم إيران من مختلف أنحاء العالم هؤلاء ليسوا جماعات إرهابية ولا يصنفون تحت الإرهاب القلم مرفوع عن الجماعات الشيعية المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان وتخالف العهود والمواثيق الدولية المتعارف عليها إيران وجماعاتها المسلحة تنتهك كل المقرارات الإنسانية في مجال الحقوق والحريات ومع ذلك هذه الجماعات العين عليها باردة ولا تصنف ضمن الجماعات الإرهابية وهذا يدل بوضوح على أن المجتمع الغربي أطلق يد إيران في المنطقة لتحقيق أهداف مشتركة بعضها لإيران وبعضها للغرب وفوائد ومصالح الغرب هنا أكثر من مصالح إيران نفسها لقد حككت إيران للغرب بدخولها المنطقة العربية واحتلالها لكل من العراق وسوريا ولبنان وربما في الطريق دول أخرى حككت عددا من الأهداف الاستراتيجية للغرب أول هذه الأهداف الاستراتيجية عزل تركيا وهي الرأس وهي الهدف عزل تركيا عن الجسد الإسلامي حتى لا يكون هناك أي اتصال بين الرأس والجسد أي اتصال حقيقي في المستقبل وحصرت تركيا في زاوية ضيقة من خلال تحويل الهلال الخصيب الممتد من العراق إلى لبنان هذا الهلال مرورا بسوريا تم تحويله إلى هلال شيعي فارسي إحلال جماعات شيعية محل الجماعات السنية وتهجير الجماعات السنية يعني أصبحت المنطقة هذا الهلال من العراق إلى مرورا بسوريا إلى لبنان هلال شيعي حجز تركيا في زاوية ضيقة وفصلها عن امتدادها الطبيعي السني في المنطقة هذا هدف الهدف الثاني الاستراتيجي الذي حققته إيران للغرب هو قطع الطريق نهائيا كما تظن أمام أي محاولة عربية لتأسيس مشروع الديمقراطية وذلك من خلال سيطرة الجماعات الإمامية الكهنوتية المستبدة على مقاليد الحكم في هذه الدول خلص مجرد ما تحضر العمامة تغيب الديمقراطية هما أمران لا يجتمعان ديمقراطية والعمامة أمران لا يجتمعان حتى داخل إيران وإحنا كلمنا من قبل في هذه الجزئية وقلنا أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية في إيران ثالث هذه الأهداف التي حققتها للغرب هو أنها حرفت الصراع من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي فارسي الآن العرب وضعوا إسرائيل على جنب وبدأوا يواجهون الخطر الفارسي وهذا ما تريده فإسرائيل بالطبع هذا يعني منعينها هو ما حككته إيران لها إيران تدرك أنها تقوم بدور خطير وأن هذا الدور يتوافق مع الرغبة الغربية والأهداف الغربية ويصب في مصلحة إسرائيل الآن المستفيد الوحيد من هذه التصفيات في المنطقة هو إسرائيل وإيران طبعا وإحنا قلنا من قبل أنه يراد إحلال إيران وإسرائيل كمراكز قوى جديدة في المنطقة لأهداف شرحناها من قبل ولولا ذلك لولا ذلك لما سمح لها الغرب باحتلال العراق وسوريا ولبنان وجزء من اليمن وغيرها وإحنا عارفين كيف كان العالم يستجيب عندما تحاول دولة احتلال دولة أخرى شفنا كيف سووا بصدام حسين في العراق شفنا كيف سووا ببعض الأنظمة في أوروبا لما حاولت الاعتداء على دول أخرى من الواضح أنهم قد أعطوها الضوء الأخضر للحركة لأن سكوت العالم مريب وغير طبيعي نحن نعرف كيف قام العالم بأسره ضد صدام حسين عندما غزى العراق ونعرف كيف عقب أما إيران فالعين عليها كما قلنا باردة ولو إلى حين قد تعطي اللحظة التي يؤدبونها فيها بطريكتهم هذه الأطماع الإيرانية ليست جديدة بالطبع هذه الأطماع الإيرانية معروفة وقديمة لدى كل الزعماء العرب وقبل أيام احنا كرأنا للملك الأردني عبد الله يعني قبل فترة حوارا مع جريدة الحياة يتحدث فيه صراحة عن أطماع إيران في تحويل الهلال الجزيرة العربية إلى هلال شيعي وهذا أيضا ما حذر منه الرئيس العراقي الأسبك صدام حسين في حديث قديم ونحن هنا لدينا فيديو فيديو قديم لصدام حسين يتحدث عن أسباب الحرب العراقية الإيرانية ويقول أن أسبابها الحقيقية هي أطماع إيران في المنطقة أطماع إيران في العراق تريد استعادة العراق الفارسي دعونا نشاهد هذا المقطع لصدام حسين ثم نعود للتعكيب عليه بما يحتاجه أن يكون مفهوم بما لا يقبل اللبس وأن يفضحون الناس الخوانة من الأنظمة التي تعاونت بين النظام الإيراني على أوسع نطاق على الرأي العام العالمي وعلى العربي بأنه ممثل ما كانوا يقولون أن الإيراني كانوا مدافعين عن أرضهم وأنما الإيرانيين أدهم أطماع توسعية ضد العراق بل وضد الأمة العربية كلها وقد أعلنوا عنها مو فقط باللسان تصرفوا على أساسها ب محاولاتهم المستمرة لاجتياز الحدود الدولية للعراق وبتصريحاتهم المستمر آخر تصريح لهم للمتهم بالعقل أكثر من سواه خامنئي خامنئي يقول نحن راح نظل أن نقاتل وربما نروح إلى بغداد حتى يسقط صدام حسين إذن هذه هي أهداف هذه هي الأهداف الحقيقية للنظام الإيراني قبل الحرب واللي على أساس سوى الحرب واللي على أساس استمر بالحرب الهدف إسقاط النظام مو لأنه بي فلان وفلان ولو إحنا ما نسمح لأحد أجنبي أن يتحدث عن فلان وفلان ولكن مو لأنه بي فلان وفلان لأن هذا النظام وطني مستقل يقف بوجه الأطماع يمنح عليهم أن يحول العراق إلى تبع إلى طهران ويعينوا الأمراء مثل ما كانوا يفعلوا قبل الإسلام مثل ما كان يفعل كسرة لما كان يعين بعض الأمراء في العراق أو يرضى عليهم أو يختار هذا الأمير لكن هذا الزمن إذن كان الرجل يدرك تماماً طبيعة الأطماع الإيرانية في العراق ولا شك أنه أدرك في نهاية المطاف أن هذه الأطماع كانت تحققت على يد التحالف الأمريكي الإيراني لكنه للأسف لم يكن يدرك مخاطر الاستبداد وغياب المجتمع الديمقراطي على العراق لم يكن يدرك مخاطر نظامه المستبد على المجتمع العراقي صدام حسين هو مثال للحاكم العربي الجاد في خدمة بلده واستقلال إرادته السياسية وفي استعادة الحق العربي المختصب كان جداً في ذلك كله كما نشعر وكما تدل للشواهد إلا أن هذا الرجل اختار طريق الخطأ اختار طريق القوة والاستبداد لا طريق الديمقراطية فذهبت كل جهود في نهاية المطاف ذهبت أدراج الريح وذهب العراق بأكمله إلى جيب إيران بمساعدة أمريكا طبعاً لماذا؟ لأن سلطة الاستبداد حينما تكون حاكماً مستبداً قد تصنع جيشاً قوياً أمام العدو لكنك تصنع أمة ضعيفة أمام المؤامرات صدام حسين خسر الحرب ليس لأن جيشه كان ضعيفاً بل لأن المجتمع العراقي نفسه كان ضعيفاً وما زال المجتمع العراقي نفسه هو الذي خرج للترحيب بالغاز الأمريكي العراق نفسه هو الذي خذل صدام حسين المجتمع العراقي أو مكونات كبيرة من هذا المجتمع لأن هذا النظام نظام صدام لم يستطع أن يقنع هذه الجماهير بجدوى النظام الذي يحكمه النظام الديمقراطي لذلك تقول أن الديمقراطية هي التي يعني الديمقراطية التي تعني في المكام الأول احترام حقوق الإنسان هذه الديمقراطية هي الحصن الحصين لحماية أي مجتمع من الانزلاق إلى الفوضى وهي الضامن الوحيد لجعل أي أمة لحمة واحدة متماسكة في وجه الأطماع والمؤامرات الأجنبية الديمقراطية تخلق وعيا حقيقيا لا وعيا زائفا لدى المجتمعات التي تحكمها ولهذا يصعب يصعب أن يسقط المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية أمام المؤامرات في حين أن أي وصفة أخرى غير الديمقراطية لا تحقق ذلك ومثال بارز على ذلك ما حصل في تركيا تركيا مجتمع ديمقراطي ونظام ديمقراطي ولأنه كذلك استضاع الصمت في وجه المؤامرة مع أنها كانت مؤامرة كبيرة وواسعة وأسقط المؤامرة وأسقط الانقلاب الديمقراطية هي هذا الغراء الذي يسبب اللحمة والتماسك داخل المجتمع لا تبني جيشا وأنت وورائك يعني فراغ مجتمع يكرهك مجتمع ينتظر سقوطك لا تستطيع أن تواجه مؤامرة ولا تستطيع أن تواجه عدو وأنت بلا مجتمع وبلا أمة متماسكة الديمقراطية هي التي تضمن هذا التماسك لأنه في المجتمعات الديمقراطية الكل راضي الكل مقتنع بالنظام ومن ثم الكل سيكف وراء هذا النظام في وجه أي مؤامرة تريده وهذا تحديدا ما يدركه الغرب وما يحاول منعه بشدة الطرق في المنطقة العربية الغرب لا يريد الديمقراطية لأنها تصنع هذه المعجزات وهو لا يريد لهذه المنطقة أن تصنع المعجزات هذه المنطقة ينبغي أن تظل تابعة مستهلكة مستنزفة لأهداف تحتاج إلى حلقة كاملة ولا إلى دكائق لا يكفيها دكائق الأهداف الغربية من تركيع هذه المنطقة وجعلها منطقة متخلفة كثيرة ولا يكفي فيها دكيكة أو دكيكتين للحديث ربما نتفرغ لها حلقة كاملة فيما بعد خلاصة الأمر نحن الآن ندفع ثمن الحرية التي نطلبها وثمن الكرامة التي نسعى إليها والعدو طبعاً يستغل نقاط ضعفنا الكبيرة ويوظفها لصالحة ويحرّض بعضنا ضد بعض واستغل التناقضات الموجودة في المنطقة وطموحات الموجودة في رأس إيران يوظف هذا كل ضد بعضه وفي هذه الحالة نحن بحاجة إلى البحث عن تلافي نقاط ضعفنا في المستقبل لمواجهة هذا العدو بطريقة أكثر جدوائية كما يقال نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الطرق التي يمكن أن ننتهجها للتغيير وللوصول إلى الأهداف وتحقيقها لأنه يبدو أن بعض الطرق قد أصبحت مسدودة يعني أو هكذا أراد أن يوحي الغرب نحن في اليمن بطبيعة الحال وضعنا أحسن كليلاً من وضع في الشام في حلب وفي غيره نحن اليوم لدينا جيش وطني نستطيع إذا أحسننا استغلاله أن نحمي مكتسباتنا أن نحمي جمهوريتنا أن نحمي كرامتنا الأمر كما قلنا باستمرار لا يحتاج إلا إلى المزيد بين التخطيط وتركيز القوة وتركيز الجهد وسنصل إلى ما نصب إليه لأن اليأس خيانة كما يقال علينا أن نتلافى عيوبنا أن نركز على هذه العيوب لأنها سر ضعفنا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القومي وصدق نزار قباني حين قال لم يدخل الأعداء من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة في أمان الله وحفظنا نلقاكم في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر